بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مثير للغاية لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جداً أولاً هي عملية لها قيم علمية كبيرة جداً تحويل المسار قيمتها العملية ليست فقط إنقص الوزن هي عملية تعالج السكر من النوع الثاني وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جداً كمان وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها يعني الدهون بتعود أو مع التدريج إنقاص الوزن بترجع لمستوياتها الطبيعية تي حاجات قيمتها مهمة أوي بس حول المسار في الأوسط الطبية لها بريق لأنها عملية تقنياً تحتاج إلى learning curve أعلى وكبير ودائماً يطلقون عليها في المراجع المقياس الزهبي أو الجولدن ستاندر طيب هو ليه بيقولوا عليها ده؟ سؤال مهم جداً ولمن تصلح له تحويل المسار وموضة العيان اللي بيختار العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات سمنة ده في فروع طب كتير قوي على إنه سوبر ماركت فروع طب كتير في جراحات التجميل عايز أعمل كذا ومعملش كذا في السكر عندنا عايز أخد الدوة ده وما تدنيش الدوة ده في الضغط والنبي بلاش الدوة ده عشان لا ده كان بياخدوا فلان عندي وعمل في حاجات كتيرة في الطب بدأت ثقافة الناس فيها تختلف النهاردة عايز أفهم هذا المعنى طبعاً السؤال الأول لضيف العزيز اللي السؤال دكتور كريم صبري يعني السؤال المهم جداً من تصلح له تحويل المسار لماذا هي الجولدن ستاندر؟ كلم ده عن تحويل المسار شايف في عينيك نظرة حب لهذه العملي في البداية أسمح لنا حياة حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعاً تحويل المسار الماء ده يعني من العمليات القوية جداً في إنقاص الوزن القوية جداً في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي المجموات الأمراض بها بتاعة المتابوليكس الندروم اللي حي قلت عليها وكمال يعني قوية في على الأمد البعيد يعني في أنها تحافظ على أنها ما ترجعش الوزن تاني في منها طبعاً يعني أنا يمكن عملية تحويل المسار فيها أنواع كتيرة ويمكن الناس بتسمع عن أنواع كتيرة لتحويل المسار أنا أنا يعني كنت ناوي النهار ده فعلاً أن أنا لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل المسار لقى أن طبعاً مش كل الناس يصلح لهم عمليات تحويل المسار في مجموعة منهم طبعاً ما ينفعهمش تحويل المسار وفي ناس طبعاً ينفع لهم ولازم يعملوا تحويل المسار قبل ما نكمل الحتة دي انت قلت جملة وانا اساسا يعني لما وجهنا لك الدعوة انا اعلم انك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها الغيرة على ناحية العلمية دي عادة الاكاديميين الاكاديميين كده تربينا من وحنا صغيرين لغاية لما كبرنا جدا على الغيرة على العلم فانا عارف ان دي موجودة فيك بشدة وعندك اللي هي ايه القوة واخد حتة اعلامية عظيمة جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب اللي انا هقول لي لا اعور انت اعور في عينه فقول لي ايه بقى الجملة دي انت قلتها وعافت هتقولها بعدين بس هي اثارتني جد ايه فكر القصة بتاعة حد يعمل عملية تحويل مصار وهي مش عملية تحويل مصار يعني مثلا انا شفت عملية اسمها القومي جلوب القومي جلوب يروج لها ان هي عملية تحويل مصار معدى مصار هي ليست بتحويل مصار معدى مصار القومي جلوب لانها طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالاتي 60% اعادة اصلاح فشل الجراحات السامن من كل العالم يعني بيجينا حالات احنا بنصلحها يعني تكميم فيها مشكلة بصلحها تحويل فيها مشكلة بصلحها عملية تدبيس معدى بصلحها يعني شغلي معظمه 60% من الحالات بشتغل في عملية الاصلاح فمن اكتر الحاجات اللي فيها مقاسي عملية اسمها القومي جلوب يروج لها ان هي عملية قومي جلوب هي عمكان تحويل مصار معدى مصغر ليه اسام كتيرة ممكن منعوا الاسم ده خلاص منعناه يعني تكتب عليها OAGB او تحويل المصار ذات الواصلة الوحدة اللي هو انا اسموز جاستريك 5 باص او تحويل مصار ما بقاش ميني جاستريك 5 باص عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده العملية يروج لها اللي هي القومي جلوب هي في الاصل ليست تحويل مصار معدى مصغر بتدخل بقى العين ده بتلاقي تدبيس معدى عادي وجزء من الامعاء مثبت بالباوتش فوق ودي ليست تحويل مصار معدى مصغر ويقولك انا جاب ابحاثها هي تابعة القومي جلوب القومي جلوب دي اسم ليه تحويل مصار معدى الميني جاستريك 5 باص وليست العملية اللي هي ايه هدفها العملية دي وعين طبعا هو ما عندهش قدرة جراحية يعمل العملية ما عندهش قدرة مادية يعني يعمل العملية فعايز استعره قليل طيب انا كجراح بقى عايز اعمل لقومي جلوب دي بقوم ده يضار بدبوس واحد بدباسة اللي هي تي ايه القديمة وغير مكلفة ويوم واخد جزء من الامعاء زرعه في المعادة بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها العين فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في يعمل عنده صلاح ويدخل في وما تلحقوش فانا بحضر الناس جدا من عملية اسمها الامي جلوب وليس التحويل مصار المعدة المصغر اسمها كده هي طالعة كده اسمها كده يعمل بقى تحويل مصار المعدة المصغر ما تخافش لا اعمله ده وده حاجات يعني في عملية لتحويل مصار المعدة الكليسيكي يعمله في برضو الجاش الكبير على الساسي او السينجل انسوموس جاستريك بايباس اللي هي السليف إليل بايباس هي سناء التقسيم في عرف الناس هو ما فيش حاجة اسمها سناء التقسيم ما فيش حاجة اسمها سناء التقسيم يعني احنا اللي قلنا عليها كده هي تكميم عادية خالص ونجيب جزء من الامعاء بنثبته في التكميم وبالتالي يفترض طبيا يعني او فيسيروجيا انه جزء من الاكل هيعدي خلال المصار الطبيعي وجزء منه هيعدي من التكميم خلال الوصلة ما ينفعش ان احنا نروج لها ان احنا متاخدش فيتامينز ما فيش حاجة اسمها عملية التيربو او العملية القوية او العملية الهايبريد ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها كده هي دي عملية من نوع من انواع تحويل المصار كل دي تسميات تلويجية تلويجية احنا لسه العملية دي مش سيرتفايد خالص مش مقردد لم يصرح بيه انا نشرت على اول حالة عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت على بحث باسمي في 2016 ولكن بطريقة طبية اللي يدخل بعارف انه داخل العملية تحت الإجراء تمضي إقرار ان انت عامل عملية تجربية جديدة هي لن تضر ان شاء الله لكن احنا لسه نتيجة مش عارفين ايه السؤال العلمي اللي عليها حتى الان احنا مش قدرين ان احنا نديها يعني يعني زي رخصة او ان احنا نقرها يعني ان احنا مفيش حاجة تقدر تقيس قد ايه من الاكل هيعدي خلال الـ 12 وقد ايه من الاكل هيعدي خلال المصاري الطبيعي لا تقدر تقيس داب المنظر ولا تقدر تقيس داب بتكنيش مسكان ما تقدرش تقيس الكلام ما لا يمكن قياسه لا يمكن ان احنا نقر بي شروط اجراء العملية نفسها ايه تحويل المصاري ما فيش هيعاملية تحويل المصاري عملية سهلة جدا بسيطة جدا straight forward عملية بتعمل بالمنظر خلال فتحات صغيرة بقال لا تتعدى الساعة واقل من كده انا بس خلينا في الطبيعي يعني لكن ربما لا تتعدى لنص ساعة في بعض الحالات اقامة 12 ساعة في المستشفى او اقل يعني بيعد يوم او يومين في المستشفى ويرجع لحاته الطبعية بعد ذلك يمارس حاته الطبعية بيمشي بقى الفترة الاولى على شوية عصير وزبادي وحاجات بسيطة كده عشر تيام ويكمل الشهر الاول على اكل بسيط ويرجع لحاته الطبعية بعد شهر فهي عملية تجرب المنظر هي حاجة اجراء بسيط جدا ما فيش فرق ما بينها وبين التكميم كاجراء في العمليات ولا في الاكل ولا في الحاجة ما فيش اي اختلاف خالص هو بس احنا احيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مصهر الناس الفوق وزن 150 كيلو السيت اللي هي مش قادرة تمشي على مفصلها لو عملتها تكميم مش تخصة اكتر تعمل تحويل مصهر اكتر الناس اللي عندهم ارتجاع في المريض عملهم تحويل مصهر كلاسيكي متعملش مصهر مصغر عشان ما يجلوش ارتجعين بقى مراري وحامد انا قصدي انه ربما يكون فيه دواعي احنا يمكن شايفين في الانيميشن دلوقتي عملية بسيطة خالص هي توصيل جزء من الامعاء الى المعدة بس طبعا دي اللي هي تحويل مصهر المعدة المصغر ايا دي لو انا شفتها في الاشعع دي مش تبقى عملية مصبوطة عشان البوتش انا صبيرة طبعا لازم البوتش او المعدة تبقى طويلة ورفيعيا يعني مش اقل من 12-14 سنتي انا مش دقيقة بس دا انا مش ان المع بيشرح لكم بس اه دا مش العالمي اه محدش بس كنت فاهم خلفية طبية لكن الانيميشن دا يعتبر حاجة تسهيلية لكن طبعا تحويل مصهر المعدة المصغر من العملية السيمبل جدا البسيطة اللي هي قوية في انقاص الوزن طبعا بتقل كمية الاكل بتقل متصاص سكرات ودون بنسبة قد تصل الى 70% الجزء المعزول الناس طامن عليه جدا لان طبعا دا سواء مشهور جدا الجزء بقى المعزول من المعدة دا هيحصل فيه ايه؟ دا جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا ولو عايز لأي سبب من الاسباب ترجع العملية الوضعات طبيعية الجزء دا عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا لان احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني ليه؟ لانه بيتحرك مع التشم مع الاكل بيفرز عادي جدا بيفرش ايه حاجة وده تعتبر حاجة مميزة لتحكول المصار عن التكميم ان احنا لا يتم استقصال اي نوع من من الامعاء او المعدة في عملية تحكول المصار يعني امعاك زي ما هي المعدة زي ما هي الامعاك زي ما هي ما فيش حاجة يتم استقصالها عشان كده يمكن الغاءها يمكن ارجعها للوضع الطبيعي انت معددك في امان يعني ما فيهاش مشاكل وكوضع هرموني كمان عملية تحكول المصار طبعا انت عديت من 150 لمترين ل2 متر كاملين من الامعاء الصويرة الجزء اللي بي متصل سكرية الدهون بالنسبة قد تصل لـ 70% دورة الاكل السريعة دي بتخلي خلايا الـ L-Cell دي خلايا ممكن الناس تبص عليها على الجوجل كده دي بتفرز هرمون اسمه GLP-1 ده صورة طبابة على الحاجات اللي حكي يمكن الناس عارفها بتوعي السكر يعني دي الحاجات الانالوجس او الحاجات المماثلة للGLP-1 بيعملوا ادوية غالية جدا هو العملية اصلا اوتوميتك كده اوتوميتك يعني بتنشر الدورة دورة الاكل السريعة بتخلي الخلايا دي تفرز هرمون الجي اللي بيعمل اللي بيحافظ خلايا البنكرياز خليه يفرز انسولون كويس بصورة عالية بيقلل حاجة اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الأبيبتوزيس خلي البنكرياز ينشط من جديد وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج السكر وعادة المشاط الهبوني مره السكر من نوع التاني طبعا انا شايف حاجة بتأكد على السكر من نوع التاني السكر من نوع التاني انا طبعا النقطة دي مهمة جدا برضو لان العمليات تحويل المسار هو بطبيعة الامر ان السكر من نوع التاني هو الاكتر شيوعا وهو الاكتر شيوعا في 80% اللي 90% مرتبط بالسمنة المفرطة ودايما هو العياني اللي بيجينا عنده سمنة المفرطة بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر غالبية الناس اللي عندهم سكر من نوع الاول اصلا نحاف ما بيعملوش عنوية بالظر غالبا الناس اللي هي عندها سكر غالبا هيطلع من السكر من نوع التاني لان 90% من الناس اللي هي المصابة بالسكر من نوع التاني عندهم سكر فالنقطة دي طبعا لازم تكون كلير والناس اللي هم سكرهم من نوع الاول عادة بيكون نحاف وسكرهم من منذ صغر والبنكرياس أصلا مش شغال وبالتالي العملات دي ما بتبقاش مفيدة الا في حالة واحدة واحنا ما مشوفهاش ان يكون السكر من نوع الاول معاه شوية سمنة فربما تقلل جراءة الانسولين لكن مش هتعالج السكر نهاية هو طبعا هي التفرقة بيننا سكر النوع الاول والتاني لو معاهم سمنة مش تفرقة سهلة التفرقة عايزة محترفين لانه في نوع في حالة ممكن السكر يبقى من نوع التاني لكن لاجأ الانسان او الدكتور الى اعطاء المريض انسولين لان ادوية الفم مش فعالة معاه وده بيحصل منتيجة سمنة ان السكر وصل لمرحلة اسمها ريفراكتو ده بيتس خلاص السكر رافض للعلاق عمالة علجه بقى دواء مش عايز يستجي فبنلجل الانسولين العملية هتفيده جدا لانه في الحالة دي هيحتاج انسولين لا هيوقف انسولين وهتلاقيه تدريجين سكر وبدأ يتعدل جدا لكن ليه الناس الناس والناس يحط تحتها خط لانه ده كادره مش الناس انا متوقع السؤال اه 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 طيب انا هيسيب اكتجاب ان يعني الفكر نفسه هو الناس مش عارفة المعلومة ومش عايز تعمل عملية بناء على تعلمات دكتور البطنة وانا بالهم علوم جدا يعني انا بحبهم جدا لكن احنا لازم نتقابل في مؤتمرات احنا عندنا مؤتمرات للسمنة في مصر كتيرة ولازم نتقابل ولازم نعرف حاجة يعني احنا عندنا اصلا واحدة السمنة اسمها واحدة جراحات السمنة وسكر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة وسكر واستاذ جراحات السمنة هو سكر هو ده شغل الميتابوليك سيرجري حاجة مش جديدة يعني الميتابوليك سيرجري هي عبارة عن جراحة خاصة بالسكر احنا ليه بقى ما نعمليهاش في مصر صح كده اه او الناس ليه مش عايز تعملها في مصر ليه الدكاترة مش عايزين يقوله مش المرضى على فكرة لان المريض اصلا بيبتلي السايكل بتاعته من عنده دكتور البطنة ما بيبتليش من الواحده يعني هو دكتور البطنة بيقوله انا اما ييجي العيان عايز يعمل عملية هو الدكتور بيقوله ما تعملش العملية هو ما فيش النهو مش موجود هو ما عندهش المعلومة وانه اه العيان بيفاجئ الدكتور بالنتائج ما بعد اجراء العملية ان السكر اه طبعا اتحسن وما بقاش ياخد علاج وابتالي الامور تبقى كويسة جدا وبيزعل جدا انه ضيع وقت كبير انه عملش العملية فلا يا صح تماما ان احنا انه نقول للعيان ما تعملش العملية دي يعني ده حاجة مش صحة مش مقتقبلة ومش مقتنع ان حد ممكن في الـ 2021 لسه مش فاهم قيمة جراحات تحويل المسارة اللي تتعامل صح قوي لمرضى السكر لكن لازم نضع في الاعتبار انه بيكون فيه خطوط تواصل واضحة ما بين عالم الجراحة وعالم البطة في صورة كاملة نتقابل بالضبط ماذا؟ يتقابل في مائدة واحدة يعني ما فيش حد بيلغي شغل حد بحدش يقول بكرة ان مريض السكر مش هيتعقل خلاص بقى هيتختفي لا هيفضل فيه برضا سكر النوع الاول فيه برضا سكر من النوع التاني عندهم نحافة او مش بالسمنة اللي تحتاج انها تتعامل لها جراحة يعني زي 10 كيلو مش محتاج هيقل في الوزن بسنتاء وهيمشي معك بأدوية وكل حاجة حتى لو ما هو فيه متابوليك سندروم لسه مكمل معاك فيها وممكن ضغطه لسه عالي شوية فهتكمله بدواء ضغط لسه اللي بد موجودة عالية شوية السمنة مشكلتها انها تقع خلفها باب كبير جدا اسمه المرض الرافض للعلاج خلي ما لكم كل البيبرز الموجودة في كل الكتب عن كلمة ريفراجتوري ريفراجتوري يعني مرض رافض للعلاج تديره الدواء مش عايز يستجيب مش عايز يتحسن يقع السمنة وراء السمنة يا جماعة بتقفل على المستقبلات بتاعت كل حاجة فتلاقي تدي ده والضغط الضغط ما بيقلش ريفراجتوري هاي برتينش فيه فيه حالات كده اه طبقا كثير انا اقول الحك مقاسي للسكر يعني انا امكان حالات كتيرة وبنعمل عليها ريسيرش يعني دلوقتي كمان الناس اللي عندهم فشل كلوي كوروين كوروين الفيلير وهو مريض سكر انتهى به الأمر الى فشل كلوي بيزرع عايز يزرع يعني كلا وهو مش قادر يزرع كلا على الوزن ده بتعمله ايه اللازم تعمله عملية تنزل بيها وزنه الاول وبعيكات يرجع يزرع وبعيكات يرجع لحياته الطبيعية طب اتفيدي استيك من الاول انه اتفصال الشباكية يعني اكثر الناس اللي عندهم سكر عنيف اللي حاجات ده ايه حاجات ده ايه ده حاجات الفاتورة دفعت ولا انت عود انا بتكلم في حاجات احنا دلوقتي المريض السكر اللي هو عنده سيمنا مفرطة ده يعني مريض مسكين يعني ده لازم تكسر له السكر ده وهو ده الحاجة المتاحة الطبية المزبوطة الفعالة في العالم كله اعمل حاجة واجه بها المرض هو السؤال بقى المهم انا بقى كمريض سكر انا هستفيد بالنسبة قد ايه يعني انا واقف في علاج السكر خالص ولا هقعد بقى يعني هستفيد اعمل عملية ما تبقى من احنا لا ما بنزرعش بنكرياس احنا بنعمل لك كل الحاجات اللي نقدر نعملها بسبيل ان احنا نعالج السكر ونعتمد على ما تبقى من وظائف البنكرياس هو البنكرياس من نوع السكر النوع التاني هو كان مصنع شغال بكفاءة عالي جدا عنده مناعة انسولين مش قادر يدخل السكر الخلايا بيفرز اكتر ابتدى ينهج احنا عايزين يشيل حمل عليه بقى خالص شيل السكر والدهون والسكريات والحاجات دي من عليه قل الامتصاص وقل الوزن قل المناعة الانسولين نشطه بالليرومينات جي لبي وان اعمل كل الحاجات اللي في ايديك فعملنا يعني يمكن زي افالواشن كده العينين يتعلق بسن العيان بيتعلق بجرعات الانسولين اللي بيقودها بيتعلق بياس كفاءة البنكرياس السيبيبطايد والفاستنج انسوليليفل والهوما كل الفحصات وكل البرامتر اللي تقيم وضع العيان ونقول لك بالضبط قد ايه ممكن تستفيد ممكن توقف علاج من تاني يوم ممكن تاخد لك شهرين ثلاثة ممكن توقف انسوليون تاخد قراس ففيه برامتر السطبية يمكننا بيها تنبؤ يعني او نعرف قد ايه هتستفيد من السكر هتستفيد قد ايه السؤال مهم جدا تعال نسمع حالة تعال نسمع كلام العيان العيان بيتكلم لغة مختلفة لغة احنا حوارنا مع الدكتور كريم صبري حوار علمي رائع وراقي جدا وصريح جدا وفي مناطق معينة الحقيقة فيه جومة اللي بتتقال لأول مرة على شاشات العربية لكن يبقى المريض لهو منظور تاني بقى ما يهموش يا بقى ايش الكلام اللي احنا قلنا ده كله ده يهم المجتمع الطبي المجتمع الطبي لازم يفهم من كلام ده المريض بقى بيفهم حاجة تانية حلوة ومهمة بالنسبة له اللي هو ايه بالضبط ده اللي هنشوفوه نسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيف العزيز الأساس دكتور كريم صبري لما روحت لدكتور كريم صبري قال ما هي المشاكل قلتوله بعانم السكر والضغط وعندي جلطة في الجاي فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عملية تحويل مصار كان وزني قبل العملية 160 الحمد لله بقيت 110 خسيت 50 كيلو بعد خمس شهور حوالي خمس شهور ونص من العملية والحمد لله بقيت كويسة وبقيت بامشي وبتحرك وبخرج كنت بعاني كتير من السمنة كان عند الضغط وعند السكر وكان عند جلطة في الجلية والحمد لله بقيت كويسة وبتحرك وبروح وباجي بكل حتة بكل مكان والحمد لله بقيت كويسة